من جمع فتاوى شيخ الإسلام الآن هذا المطبوع 37 مجلد؟ ابن قاسم هذا ابن قاسم عالم كان يسافر وقت لا يوجد في السعودية وسائل مواصلات يعني لا يوجد طائرات كثيرة حتى السيارات قليلة جداً السيارات الكبيرة فيسافر إلى الهند بعيد جداً الهند يعتبر يعني يأخذ في السفر إلى الهند ممكن أحياناً حتى يصل ممكن إلى ستة أشهر أحياناً حتى يكبع مراحل وكلف نعم ليس بالأمر السهم ابن قاسم محمد الله ويذهب وينظر في المخطوطات ويكتب عندما يرجع من يفتح له باب المنزل؟ هذا الحال يكون كبر صغير يعني يفتح ممكن سنتين يفتح له الباب فأمسكته زوجته وقالت خلاص لا تسافر أولادك تعتني بهم وكذا وجمعت الحمد لله كثير من الفتاوة فأمسكته زوجته وقالت خلاص لا تسافر لا تسافر وكثير من الفتاوة الثانية هناك هناك تعتبر عنك وكثير من كل هذا ألهم الله سبحانه وتعالى أن قال لها الله سبحانه وتعالى أن قال لها قال أجر فتاوة ابن تيمين نصف الأجر لي ونصف الأجر لك هذا الذي أعمل أنت لك النصف وانا لي النصف قالت والله لا أكلمك بعد اليوم اذهب أنا أولاد هناك وأخذ نصف معك اشتغل نعم هذه المرأة الصالحة سبحانه وتعالى فتاوة سبحانه وتعالى half the reward is for me half the reward is for you she said today I'm never saying anything to you again go, go do it I'm getting half my reward get busy, go about your business more today, all the time from this day on I'm never saying anything to you again I'm getting half my reward go, this is a righteous woman أيضا تعامل الزوج إذا كان تعامل راقي يحترم الزوج لا يهينها لا يتكلم عليها ولا على أهلها يعني هي تبادل بنفس هذه الطريقة إذا كان هو يحترمها ما يشتمها ما يهينها بعض أزواج يتكلم عليها وعلى أبيها وعلى أمها نعم so there has to be a mutual exchange in the good dealings with each other so for example he doesn't speak bad to her he doesn't speak down to her he doesn't shame her doesn't speak ill of her family and the likes نعم فأنت أحيانا سبب في صلاح الزوجة sometimes you are a cause in the uprightness of your spouse عمر رضي الله عنه عمر يقول كنا ببكة قبل الهجرة ونساء قريش المرأة في قريش لا تستطيع أن تراجع الزوج يقول قومي تقوم اجلس تجلس لا يمكن تقول هكذا نعم مفظوم نعم هذا نساء قريش أفضل النساء عندما هاجروا من مكة إلى المدينة النساء الأنصار في المدينة عكس المرأة تستطيع تقول لا لا أقوم فالمهاجرات أخذوا من طبع الأنصار ليس العكس المفروض عكس إصلاحنا منهم علموهم هذا أن المرأة تراجع فالمهاجرات المهاجرات المهاجرات يعني those who made هجرة they adopted the same practice as the women of the أنصار it wasn't the opposite way هذا الكلام يقول عمر رضي الله عنه يقول في يوم من الأيام يتكلم عمر مع زوجته عمر was speaking to his wife فراجعت so she challenged him قال تراجعين أنا يا بنت فلان he said you challenged me you're bent of so and so كيف عمر ممكن يأخذ السيف فهي زوجة عمر ذكية عمر قضى عنها his wife she was she was smart قالت حفصة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم نسي نسي المشكلة معها نسي he forgot the problem with her now قال أما تخشى أن يغضب الله سبحانه وتعالى لغضب رسوله doesn't she fear that Allah will become angry because of the anger of his messenger أو تصنع هذا حفصة حفصة بنت عمر زوجة نبي صحة is حفصة doing this the daughter of عمر the wife of the prophet محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حفصة خلاص انتهت المشكل مع زوجتك so he's gone for حفصة the problem his wife is done نعم فالمرأة الذكية إذا غضب الزوج تغير الموضور so the woman who's smart if the husband becomes angry change the subject نعم ذهب إلى حفصة he's gone to حفصة now قال أَو تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم are you challenging the prophet محمد صلى الله عليه وسلم نعم he said yes و تخاصم يعي ممكن وقت لا تكلم يعني you're challenging him you're going against him sometimes you're not even talking to him النبي صلى الله عليه وسلم the prophet محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعائش رضي الله عنها إني لأعلم غضبك ورضاك أعرف متى أنت غضبان علي ومتى أنت لا استبغضبان he said I know when you're angry and when you're not angry يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يعني I know when you're angry with me and when you're not angry with me نعم قالت كيف she said how كيف تعرف she said how do you know قال إذا قلت لا ورب إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا معنى أن غضبان غليل غضب if you say no by the lord إبراهيم عليه الصلاة والسلام I know that you are slightly angry وإذا أنت لا استغضبان تقول لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام and I know when you're not angry because you say no by the lord محمد عليه الصلاة والسلام قالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك يعني ما تستطيع تسنع أكثر من هذا فقط الاسم أما تخاسم النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تقدير said I'm not able to do more than this the only thing I can do when I'm angry with you is change your name يعني شيء يسير something simple مفهوم is that understood نبي الأمة عليه الصلاة والسلام the prophet Muhammad the prophet of this nation نبي الأمة the prophet of this nation قالوا من أحب الناس إليك said who's the most beloved people to you beloved of the people to you قال آئش they said this to him he said آئش هذا ليس عيب this is not anything that is مفهوم تحب زوجتك ليس عيب to love your wife there's nothing wrong with this قالوا لا لا نسأل عن النساء من الرجال قالوا لا نسأل عن النساء من الرجال قال أبوها يعني مرتين يحبها يحبها لأنها بنت أبو بكر يقول أبوها يعني أبو عائشة يذكرها مرتين نعم ما قال أبو بكر يعني الصحيح أن يقول أبو بكر لكن هو حتى في محبة أبو بكر في محبة لعائشة نعم رضي الله عنها وعلا بيها he mentioned her twice because he could have said أبو بكر رضي الله عنه but he didn't he said her father so he loves her and also loves her because of her father and also loves her father المرأة الآن وكذلك الرجل الزوج والزوجة هذا مكان مكان البيت مكان الراحة نعم the man and the woman the husband and the wife this place that they have the dwelling place their home this is a place of rest جنة it's like your paradise يعني ليس ذلك الجنة ليس not the jenna that they're here after فلابد أن تجعلها جنة والمرأة كذلك لا تجعل يعني خصومات so you have to make it like your dwelling place of jenna in this life don't make it a place of arguing and fighting أنت تعرف الأشياء التي تغضبها you know things that are going to make her angry تتجنب هذه leave those things تتعرف الأشياء التي هي تعرف الأشياء التي تغضبك لا تفعل هذا and she knows those things are going to anger you then she shouldn't do those things والله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى الصحبه وعلى الصحبه and so he concluded by ما شاء الله منتبهين في درس التوحيد هاكا والله الله مستعى look at this topic we start speaking about men everyone's sitting attentively focused but as soon as to why التوحيد their heads go down نعم في سؤال any questions نعم نعم كما تحب نعم